ازمة انسانية اخرى يعيشها العراقيون على ابواب اوروبا هذه المرة حيث اجبرت ظروف البلد الامنية والاقتصادية اعدادا كبيرة من العراقيين على المخاطرة بارواحهم وكل ما يملكون للبحث عن عالم اكثر امنا واستقرارا موقع ناشنال انترست الامريكي قال ان موجة الهجرة من العراق نابعة من وضع ينطوي على اخفاقات سياسية مشيرا الى ان اوروبا والولايات المتحدة لعبت دورا في مفاقمة الازمات بسبب موقفهم الصامت والمؤيد احيانا لكل الانتهاكات التي تحدث في العراق في الوقت الذي تسمح به واشنطن وبروكسل زعماء احزاب بشراء عقارات وشركات في الغرب عشرات المليارات من الدولارات والتي حصلوا عليها عن طريق الفساد واستنادا الى تقارير صدرت مؤخرا يوجد خمسة الاف مهاجر على الحدود البلاروسية مع بولندا حيث اختار المهاجرون البلد الذي يفصل روسيا عن بلاد الاتحاد الاوروبي لانه واحد من الدول النادرة التي تمنح تأشيرة دخول للعراقيين لدى وصولهم الى اراضيها وهو تعديل ادخله الرئيس البلاروسي اليكسندر لوكاشونكو مؤخرا كي يستخدم مسألة الهجرة سلاحا للانتقام من الاتحاد الاوروبي الذي ينتقد باستمرار سجل حقوق الانسان في بلاده صحيفة سانداي تايمز البريطانية نقلت في تقرير لها عن عراقيين قولهم انهم اختاروا طريق الموت للجوء الى اوروبا لانهم ارادوا الفرار من الفقر والحروب ومدنهم المدمرة فيما وثقت وكالة اسيوشيتت بريس بكاء مسؤولي منظمات انسانية وهم يتفقدون اوضاع المهاجرين الجائعين والمرهقين على الحدود وتؤكد تقارير غربية ان الانتخابات التي جرت مؤخرا وضعت العراقيين على مفترق طرق وجعلت الكثير منهم يناقشون خيارين اما تغيير الاحزاب الحاكمة حاليا بالقوة او مغادرة البلاد نهائيا وقد تبنى كثيرون منهم الخيار الثاني لكن اولئك الذين يؤمنون بالخيار الاول يزدادون يوما بعد يوم